أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبى الفضل إلا أن تكون له أبى لو أنك كتبت في ورقة الفضائل كلها كفضيلة الوفاء والشجاعة والتعاون والجهاد والعمل الصالح ووضعت في مقابل ذلك اسم العباس لصح المعنى فحينما تتحدث عن العباس فإنك تتحدث عن التعاون عن الجهاد عن العمل الصالح عن مواجهة الظالمين عن الدفاع عن المظلومين حينما تتحدث عن العباس فأنت تتحدث عن ذلك البطل الذي لا مثيل له في التاريخ ولا في أي أمة من الأمم الذي حمل الماء على ظهره وهو عطشان وأيضا دخل المشرع ومد يده إلى الماء ورفعه إليه فلما أحس ببرد الماء تصور الحر الذي كان يعاني منه العباس والعطش الذي كان يعاني منه أحس ببرد الماء رمى الماء على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا الحسين شارب المنوني وتشربين بارد المعيني والله ما هذا فعاله ديني ولا فعاله صادق اليقيني العباس عليه السلام قتل وهو في الطريقة إلى سقي الأطفال انظر قيمة الأطفال عند العباس إلى درجة أنه يهتم بهم أكثر ما يهتم بنفسه ويضحي بنفسه في سبيل أن يوصل الماء إلى المخيم لأنه سمع الأطفال يقولون العطش العطش لا يوجد بطل مثل العباس لا يوجد في التاريخ رجل مثل العباس الذي رحى بكل ما يملك في سبيل أخيه الحسين اللهم احشر مع العباس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته